ولذلك كان الصالحون الأوائل لا يضيعون أوقاتهم في القيل والقال ولا يهرفون بما لا يعرفون ولا يتكلمون في حق هذا ولا في حق هذا ولذلك ورد أن واحدا من الصالحين واحدا من الصالحين كان يصنع له الطعام مفتة فلا يمضغه وإنما يقوم ببلعه يفتت له الطعام حينما يصنع فيبلعه ويمضغوش فلما سئل عن ذلك قيل له لماذا لم تمدغ الطعام لماذا تبلع الطعام قال لهم ما بين المضغ والبلع سبعون تزبيحة يا الله هؤلاء يعرفون هؤلاء هم أهل الله هؤلاء قد صفت نفوسهم وقلوبهم لله رب العالمين يعرفون أن سيدنا صلى الله على حضرته وآله عليه الصلاة والسلام قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أثناه عن عمله فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به هؤلاء يعلمون أن العطاء بيد رب الأرض والسماء هؤلاء هم الذين زكوا أنفسهم طهروا النفس فلا يعني قلوبهم تحمل غلا ولا حقدا ولا كراهية لأحد وإنما يحبون الناس هؤلاء إذا أكسم واحد منهم على الله أبره ولم لا ألم يكن حبيبنا صلى الله على عضرته وآله رب عبد أشعص أخبر لو أكسم على الله لأبره ألم يكن حبيبنا صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام البخاري ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي ممفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا هؤلاء صفت قلوبهم لله هؤلاء دائما وأبدا كانوا على يقين تام يثكون في عطاء الله في فضل الله في كرم الله في جود الله في سخاء الله فكانوا يعطون دون مقابل يعلمون أن العطاء أن العطاء بيد رب الأرض والسماء لا يخافون من الفقر ولا يخافون الله لوم تلائم قلوبهم صفت لما تعلقت رابعة العدوية بأسطار الكعبة هذه الزاهدة العابدة الورعة التقية النقية الزكية العالمة التي كانت تطهر قلبها دائما وتقول تعصي الإله وتزعم حبه هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع تعلقت ذات يوم بأستار الكعبة قصة الكل يعرفها لكن المعنى عظيم لكن المعنى قوي لكن المراد جليل تعلقت بأستار الكعبة فقالت اللهم بحبك لي اغفر لي قال أحد المعترضين هم أكثر في هذا العصر يمرأة كيف عرفت أنه يحبك قالت له يا هذا تعرفت من أنه يحبك قالت له يا هذا لو لم يحبني ما أتى بي إلى هنا ألم تقرأ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون هؤلاء يقبلون على الله ولذلك يا خالق الخلق أنت الواحد الأحد أنت العظيم أنت الفرد والصمد أنت العظيم أنت الله خالقنا وللخلائق منك العون والمدد فاقبل بفضلك يا رحمن توبتنا واغفر لنا يوم لا مال ولا ولد ترجمة نانسي قنقر